طيب كولر كمان هيعقد محاضرة النهاردة واكيد المحاضرة هيكون الكلام فيها على تجديد الدوافع فرقة لما بتكسب او بتعمل انجاز طبيعي بعد اي مكسب او انجاز بتاخد لها فترة عشان تبدأ تستعيد النشاط من جديد كولر ما عندوش كلام في الفترة الحالية اكتر من الفنيات سوى عن الكلام عن الدوافع تجديد الدوافع تحضير الفريق نفسيا وزهنيا لبطولة جديدة انت مش داخل بطولة ودية انت داخل بطولة عشان تكسبها لان جمهورك ما بيقبلش بغير المكسب وكلنا عارفين كده شفنا مطش الاتحاد جدة الجمهور كان فرحان جدا مطش فلومينسي بطل البرازيل بعدها بـ 72 ساعة الجمهور كان زعلان جدا فالجمهور دايما ودي حاجة ايجابية ان الجمهور دايما بيبقى ضاغط عليك عشان تكسب دايما فضارك عشان تكسب فبطولة السوبر اكيد كولر عيشتغل على الدوافع التحضير الزهني تجديد الدوافع انت بحقق انجاز لازم تعمل انجاز تاني وما بين الانجاز الدولي والانجاز المحلي اكيد فرق شاسع فانت لما تبقى وصل لاعلى ليفل ما حقق فيه انجاز طبيعي جدا في الليفل الاقل في المعايير وفي التصنيف حاجات كتيرة اتحقق بكل السهولة ولكن لا فيه صوابات هتواجه الفريق فكولر النهاردة في المحاضرة هيتكلم بالتأكيد عن الدوافع وهيتكلم عن الامور الزهنية والامور النفسية عموما نتمنى يا رب بإذن الله يكون الاهلي فيه اتم الجاهزية لهذا اللقاء لان انا مش هكلم كتير على مباراة الخميس ان شاء الله نكون فاينال يوم الخميس ولكن عشان توصل فاينال لازم تكسب بقر بقر البطولة او المباريات لها نظام مختلف بقر لو فيه تعادل لو فيه تعادل في التسعين دقيقة هتروح على طول على رغارات الترجيح المباشرة يعني ما فيش اكسترا طايل لما توصل فاينال ان شاء الله وحصل تعادل هتلعب اكسترا طايل طبعا ده ضغط زيادة ولود زيادة اذا ربنا اكرمنا وصلنا فاينالو فيه تعادل فانلعب تلاتين دقيقة على شوطين ولكن ماتش بكرة تسعين دقيقة فيه تعادل سلبة واجابة هتروح على رغارات الترجيح